إذن مجالات عديدة اقتحمتها المرأة التونسية كانت حكرا على الرجل لكنها وبفضل إصرارها وعملها الدؤوب أثبتت المرأة التونسية كفاءتها ونجحها السيدة صار سلام واحدة من النساء التي توجهنا للعمل في إحدى هذه المجالات وتحديدا مجال البعث العقاري شعارها المثابرة والنجاح هي سيدة اختارت اقتحام مجال البعث العقاري مجال هو في العادة حكر على الرجل حرصها الشديد على النجاح والذي اعتبرته تحدي لمن لا يؤمن بكفاءة المرأة جلب لها الاحترام كل هذا ما كان ليتحقق لو لا دعم زوجها لها والله راجل يدعمني خاطر هو لي مولي البروجيت وخليلي حاجة برك انه استثيقني وخليلي حري تتصرف إذا انسان يحترم نفسه لا بد تحترم وراه الخدامة بالعكس أنا كي تجيد لشانتي أتو ممو متسمع حتى كلام بذي ولا تسمع خدامة يتعارك ولا خاطر يعرفوا البروموتور إن دام مش يجيهم في كل وقت نتعارك نعمل لهم زيارات فش إيادي في كل وقت نجا من نكون بحثا وكي نضخم في قوش بياي قاوني كان بجنبه السيدة سارة هي عنوان للمرأة التونسية مرأة تساهم في بناء تونس الحديثة تونس المدنية تونس الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر